الحمد لله الحمد لله النبي من على هذه الأمة بمواسم الخير والمحصان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به هداه وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الله فبعد يومين أو تلاتة كما هو ما تقول عند العلماء رحمهم الله حال الكون ونظام الكون سيتغير جملة وتفصيلا نظام الكون بعد يومين أو تلاتة نظام الكون كله سيتغير هذا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة من الأحاديث الصحيحة حيث كان يقبل على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيهنئهم باستقبال هذا الشر المبارك العظيم وذكرت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة تشير إلى هذا الموسم الكريم هذا الموسم العظيم الذي جعله الله عز وجل خاصة لهذه الأمة خاصة لهذه الأمة ليس لغيرها ولو الله عز وجل أشركنا في فرضية السيام مع قم من قبلنا كما ذكر ذلك جملة في علاه إلا أنه الخطاب لهذه الأمة خطاب خاص خطاب خاص حتى العبارات في الفرضية كما ذكر علماء البلاغة كما ذكر علماء البلاغة والبيان حتى الخطاب لما خاطب الله عز وجل هذه الأمة في حق السيام وفرضية السيام فما قال فرض عليكم الصيام يا أمة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم إن مقام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام المقام مقام جليل مقام جليل كمقال في حق الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب هو الذي كتب في قلوبهم الإيمان مقام عادي لو يتأمل الإنسان المسلم وهو يقرأ وهو يقرأ كتاب الله جدا في علاه ويتأمل في هذه الألفاظ والخطاب الذي خاطب الله عز وجل هذه الأمة به ما قال فرض عليكم إنما قال المقام مقام تشريف وتكريم وإجلال من الله رب العزة سبحانه وتعالى في حق هذا الشهر المبارك هذا الموسم الكريم الذي يأتي بكل الخير وتتغير فيه يتغير فيه نظام العالم نظام العالم يتغير في هذا الموسم الكريم في هذا الشهر المبارك العظيم وذكرت إذا قدر الله عز وجل الاندقاء والبقاء في الجمعة المؤمنة فستسمعون سلسلة من الأحاديث وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بها الصحابة خاصة وأمته إلى يوم القيامة عامة إنه شهر رمضان الذي تشرف بنزول القرآن الكريم فيه شهر رمضان أيها الإخوة الأعزاء موسم العدق موسم الرحمة موسم المغفرة يتهير فيه نظام العالم كله يتهير فيه نظام العالم كله فلهذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قبل قدومه بستة أشهر يتهيئون ويتأهبون استقبال هذا الشهر والدخول فيه حتى كانوا كان معظم كما هو مذكور في سير أعلام الدبلاء أو عند المفسر رحمة الله عليه بن كثير في كتابه البداية والنهاية وكما ذكر الإمام أحمد ابن كثير رحمة الله عليه كان جر وقتهم في المساجد لما سؤلوا قال هذا أسلم لنا أسلم لصيامنا لا نعرض الصيام لنفتن أو لا نعرضه لنقصان الأغر كل أشياء ذكرت عن نبي صلى الله عليه وسلم ستسمعونها بإذن الله عز وجل إذا قدر الله عز وجل لنلقاء البقاء في الجمعة المقبلة ستسمعون أمور تخلش في سيامك وتقدل من أجله فعلى هذا ولهذا السبب خاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يعرضون صيامهم أن يعرضون صيامهم لقصان الأجر كم من الإسان أخضر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث صحيح رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعتش ورب قائم يقوم الليل ليس له عشيء من قيامه إلا الصهر والدعام إلا صهر والدعام على المسلم أن يدرك قبل استقبال هذا الشهر أمور مهمة يستفيد منها يستفيد منها لأن الله عز وجل لما خاطبنا بحق الصيام قال الأصل فيه المصول إلى تقوى الله المصول إلى تقوى الله فكيف الوصول إلى تقوى الله أصلا هو الصيام يعني موصر موصر سبب عظيم للوصول إلى تقوى الله كما هو حال في كل العبادات الذي فرض الله عز وجل علينا جل في علام حال العبادات كلها إذا تحقق الشرط تحقق الوعد إذا تحقق الشرط النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرط في السيام فقال ننصان رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من دمه وهكذا شرط رب العز سبحانه وتعالى عبارة جميلة في القرآن لعلكم لعلكم أي الأمر معلّق بك إذا أنت وفيت بالشرط يتحقق لك الموعود من الله جدا في علام لعلكم تبتقون لعلكم تبتقون الوصول إلى تقوى إلى أنت حفظت على صيامك إلى أنت حفظت على الصيام ووفيت بحق هذا الصيام فأكيد من الله عز وجل تنظروا لما الله عز وجل قال وأقب الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لست عنك الذي تنهى نفسك عن الفحشاء إنما هذه الصلاة وما تكون الصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر إذا تحققت في حياته إذا تحققت هذه الصلاة في حياة الإنسان فبالضرورة يأتي عنده ويقول تكون هذه الصلاة سبب المنع تمنع الإنسان عن الفحشاء والمنكر وهكذا الصيام إذا تحقق الشرط أيها الإخوة الأعزاء فبفضل الله تبارك وتعالى يتحقق الموعود ويرى الإنسان نفسه ليس هذا الإنسان الذي كان قبل رمضان بعد رمضان نصر الله لنا ولكم التوفيق بشأن فارساء سألت من دور 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 جون وتعالى إذا المهم دور جون وتعالى بشكل secondly change complètement à l'arrivée de cette période non de cette période spécifique de cette période spéciale qui est le mois de ramadan le monde change et c'est ce que vous allez entendre par la grâce d'Allah Salest qu'on ảng l' chaîne de hadith par notre Proverse qui يقول ما هي نفسه سألتهم 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 عندما يعلن الأولى 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 في رمضان الله عز و جل كل كل البرس اشخاص 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 لا يا شخص انتظم فقط يجب أنه انحصلة أنه يجب أن تفعل أنه في حالة قد تتتعوح في حالة رائعة في حالة رائعة في حالة رائعة دعوال حكرا بإن الله عزوجل ويسألت الإن الضواء إنه خطفة الإنجابين حينما لعنابي عشانية يقول وعن الله عزوجل يحدثات أنه ونقول كما يعلق أنه يجب يعبد وهو يقوله على أنه ليس له للأربع الله لم يقول أنه يملك بتطبيق أريسيًا تطبيق أريسيًا On vous a prescrit Le jeûne de Ramadan C'est pour cela que notre prophète Il a dit Le prophète Il a dit Pour celui qui est présent Quand on a annoncé l'arrivée de Ramadan Il n'est pas malade Il n'est pas en état de voyage Il est dans l'obligation d'observer le jeûne Le jeûne de Ramadan Pour vous donner une importance Pour vous dire à quel point C'est très important ce mois notre prophète sur Saddam dans un hadith authentique il a dit celui qui a mangé qu'Allah nous en préserve qu'Allah nous en préserve celui qui a mangé une journée une journée dans la madame en le faisant exprès qu'Allah nous en préserve qu'Allah nous en préserve si j'aime toute l'année après la madame j'aime jusqu'à la madame prochaine il ne pourra pas récupérer cette journée il ne pourra pas récupérer cette journée c'est pour cela que vous voyez vous commencez à voir la trace de la piété la trace de la piété le manger le boire le halal et tout ce qui est tout ce qui peut atteindre à mon châne il est dans ce dans ce dans ce moment il est interdit par Allah et quand l'interdiction elle remplit mon esprit elle remplit mon cœur à ce moment-là la piété je suis sur le le chemin de la piété non je ne mange pas même si je suis tout seul je suis dans un endroit où personne ne me voit à l'exception qu'Allah le 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 je suis en état de jeûne je suis en état de jeûne pour vous donner mes chers frères et sœurs un aperçu de ce que c'est ce mois béni que Allah il a offert spécialement à cette umma Allah il a offert exceptionnellement à cette umma aucune umma avant elle n'a pu bénéficier des vertus qu'Allah il a donné à cette umma c'est pour cela que chaque frère il disait nos anciens comment se préparer comment se préparer à accueillir Ramadan comment se préparer à rentrer dans ce mois béni comment profiter pleinement de ce mois béni comment profiter je dois d'abord savoir mes chers frères que le jeûne il se partage en deux il se partage en deux comme il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est yam chissi ou c'est yam ma'nawi deux je dois me me préserver de manger de boire et je dois aussi préserver tout ce que je possède lui l'oeil l'esprit les mains les pieds ils doivent être en état de jeûne ils doivent être en état de jeûne c'est pour cela que dorénavant et à l'avance notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui nous cesse de mentir celui qui nous cesse de dire le faux témoignage celui qui nous cesse de parler de manger la chair de ses frères ou la chair des gens en général ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine qu'il laisse manger et boire il a l'autorisation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour manger et boire et c'est ça réellement mes chers frères le ramadan qui va nous amener comme Allah il a mentionné subhanahu wa ta'ala vers le taquwa vers le taquwa et le taquwa les chers frères la crainte la piété filiale c'est une recommandation comme vous entendez dans le courant ce que Allah Allah a préparé pour cette catégorie de gens qui sont les plus qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux la piété filiale ce n'est pas كما كان للسلمين أطلق على الله عز وجل في الوصول الألحظان والفضل الأفضل وكما حقاً كما قلت بحثاني على الكرام سيدي الأجهزة للسلمين في الحالة التي تأتي وصل على المطلوب ومعالك ما عندما أتطلق على ميزة بسيطة القديم هذا السلوة الأحدث هذا هو موضوع القرآن هذا هو الوقت لأن الإسلام عليكم من الأمور تشارعه مع القرآن اليوم، نريد أن نرى كيف يؤدي إلى الله إِنَّا قَوْمِيَتَّخَدُوْهَا دَاُمْ قُرْآَنِ مَحْورًا أَمْقُرَانِ مَا سُبْتِلَىُ سَبْتِلَا والذي وأيضًا والذي وأيضًا ce n'est pas seulement la lecture non il y a beaucoup de choses dans le Qur'an il y a beaucoup de choses dans le Qur'an Allah Azza wa Jal il s'adresse à nous il s'adresse à nous aujourd'hui s'il y a un président ou un préfet qui s'asse ça dans la rue il parle tout le monde écoute parce qu'il y a des choses qui peuvent nous intéresser pour la vie Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence il s'adresse à nous à travers le Qur'an كما تعنت جاء الله لنا كم عن سابقه وَالله يحب للمحسلي كم عن سابقه 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 كماゆه dire كم علمиной كم قال هل يستطيع انه يتديح في هذه هذه لكي تسرته؟ هل يستطيع أنه لأساة هذا هو إنه كان جديد كل ما يتديد فيه عندما أروا في حالة أو أو أية أو في الوقت يسروا فيه يسروا في تسروا في تحفي هل تفيدين؟ هل تفيدين؟ لقد أتعب في مظيفة، لقد أتعب في التكارين في القرآن أن أعطي الوصول تكارين، وحالفك أن أعطي صورة لقد أتعب في صديق الأراضي لقد أردنام مع التكارين، تعالى على اللعاء اتضه النظر وسوف يجب أن يكون قد جديد دهات أملي في خالية أسمع الله اضطفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضرر فلن تجد له ولي مرشداء وشهد اللهم إله إله الله وحده لا شريك الله وشهد أن محمد عبد الله ورسوله سنة الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلمة تسليما كثيرا كثيرا أما ما وأنا наши弟弟s ومع مرشداء دوسعا لach ان справقل مدينة ومزناء ونرى عمامنا ونرى عمامنا معهمة ولم يصدر دوسعا شكرا للمشاهدة 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 إليك في هذا الشهر المبارك العظيم اللهم اجعلنا فيه من المحسنين اللهم اجعلنا فيه من المحسنين اللهم اجعلنا فيه من القائمين اللهم انا نعوذ بك ربنا أن يكون حظنا من القيام الصهر والكعب اللهم انا نعوذ بك ربنا أن يكون حظنا من الصيام الجوع والعطش اللهم انا نعوذ بك ربنا اللهم احفظنا يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم اوفقنا حتى نحفظ أرصارنا من النظرين الحرام وإلى استماعي إلى الحرام وإلى المشير الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فيه من الموفقين اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار يا رحم المولى ونعم المجيد اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب إخواننا وأخواتنا من النار اللهم اكتبنا من المعتقين من نيرانك اللهم لا تشوه وجوهنا من نيرانك يا رحمة الدنيا والآخرة يا رحمة الدنيا والآخرة اللهم ربنا في هذه الأيام المباركة لنا إخوان تعلم حالهم ظلموا وقتلوا وقتل أقفالهم ونساؤهم وجوعوا اللهم عليك بمن عاداهم اللهم عليك بمن آداهم اللهم عليك بمن آداهم اللهم احفظ إخواننا في كل مكان اللهم احفظ إخواننا في كل مكان اللهم اجعل دخول هذا الشهر دخول بالتمكين والنصر والعزة لهذه الأمة أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم النصر والعزة والتبكين اللهم اغفر لهم يا رب العزة والجبرون العزة والنصر والتبكين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وأهله وأدل الشرك والمشركين وأشرارك وأدل الشرك والمشركين وأشراره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وربينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلا عليه وسلم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين